ترجمة نانسي قنقر من الأوساط الصيونية دلل القرار الأمريكي بشأن الجولان على أن التماهي مع مواقف اليمين الصيوني يعد الإطار المرجعي الذي يوجه سياسات ترامب إزاء المنطقة وأوضح مثال على تكريس هذا الانطباع أن قرار ترامب قد أجج شهية نخب اليمين الحاكم التي باتت تحدد السقفة السياسية لصفقة القرن فهذه النخب ترى اليوم أن القرار الذي يتوجب على ترامب اتخاذه بعد الاعتراف بالسيادة الصهيونية على الجولان المحتل والقدس المحتلة يتمثل بالاعتراف بالسيادة الصهيونية على كل الضفة الغربية المحتلة من ناحية أخرى فأن قرار ترامب بشأن الجولان المحتل يعزز موقف كل من السلطة والقوى الفلسطينية الرافضة لصفقة القرن على اعتبار أن القرار هذا أوضح مرامية سياسات ترامب إزاء الصراع الفلسطيني الصهيوني من هنا فأن الرهانة الأمريكية على إمكانية حدوث تراجع في الموقف الفلسطيني بشأن التعاطي مع صفقة القرن بعد الانتخابات الصهيونية في غير مكانه لا سيما أن القيادات الفلسطينية باتت تعي أن القرار بشأن الجولان المحتل مثل دليلا إضافيا على أن ترامب يحاول إملاء ما فشلت حكومات اليمين التي تعاقبت على إدارة دفة الأمور في تل أبيب في تحقيقه وعلى صعيد المواقف الإقليمية فأن قدرة ترامب على تجنيد نظم حكم عربية لمساعدته على إملاء صفقة القرن على الفلسطينيين ستكون متدنية جدا بعد قرار الاعتراف بالسيادة الصهيونية على الجولان ومن الواضح أن نظم الحكم العربية ستجد صعوبة كبيرة في تبرير التعاون مع ترامب وفريقه في تمرير الصفقة بعد القرار بشأن الجولان أمام الرأي العام لديها في الوقت ذاته فإن رد الفعل الأوروبي والروسي الرافضة لنية ترامب الاعتراف بسيادة الكيان الصهيوني على الجولان المحتل سيقلص فرص تعاون المجتمع الدولي مع صفقة القرن على اعتبار أن كل الصياغ التي تم تسريبها بشأن هذه الصفقة تشير إلى أن الفلسطينيين مطالبون بالتنازل عن مساحات كبيرة من الضفة الغربية لكي يتم مضمها للكيان الصهيوني